مولانا بخصوص الخصوصية أوقات بنلاقي شريك أو شريك شريكة الحياة بيعرضوا حياتهم على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه ممكن يكون بحسط النية علشان خاطر وأما بنعمة يا ربك في حدث أو علشان الخاطر يوري زوجته أو هي توري زوجها قد إيه بيحبها فبيعبر عن حبها دي قدام الناس وممكن يكون في ناسها كمان بتتربح وراء الموضوع دوات يعني بيعرضوا خصوصياتهم من درجة أنه هما بيصوروا نفسهم هما بيتخطبوا هما بيتجوزوا هما بيخلفوا وبيترقوا من وراء ده فتنصحنا بإيه في حتة الخصوص اللي احنا بنعرضها للناس على السوشيال ميديا سؤال جيد يتعلق بقيمة مهمة افتقدناها في عصرنا الحاضر هذه مندرجة تحت ما اسميناها بالعفاف هذه القيمة هي قيمة الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أهمية الحياة وأنه خلق لا بد منه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكان يقول الحياء خير كله افتقدنا في العصر الذي نحن فيه من كثرة تسارع أحداثه وأفكاره افتقدنا الحياة فأصبحت هناك معايير أخرى غير معايير الحياة وهي إظهار الفرح إظهار الحب التعالي بالعلاقة الزوجية إلى آخره مما رتب اندثار ويعني ضبابية حوالي قضية الحياء الحياء خير كله فلا بد علينا إذا أردنا مجتمعا قويا إذا أرد الإنسان أن يعود إلى إنسانيته في وسط هذا الهجوم الشرس للآلة وفي وسط هذا التسارع والتصارع الذي نتكلم عنه ينبغي عليه أن يعود إلى الحياء الحياء يقتضي أن الإنسان لا يعني يظهر مثل هذا الذي تكلمت عنه يجب عليه أن يتحلى بالعفاف لو أن هناك الحياء الحياء أصبح في بعض الأحيان الآن كأنه نقص أو ذم وهذه مصيبة كبرى تذهب الإنسان في إنسانيته نور الدين يكشف هذا الحال ويقول لا الحياء خير كله والعفاف مطلوب ويجب علينا مهما تبعدنا عن هذه الصفة أن نعود إليه